موسيقى 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 مساكم خيرات مشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هنا مرحبا يا أسما أهلا وسهلا بك ومساء الفل والورد والياسمين الكل متتبعي قناة الحرة فيها اللقاء الجديد اللي يجمعنا بهم فيها الحلقة الجديدة من هنا مع مواضيع وضيوف مختلفة نعم موضوعنا الأول هو الماكياج الدائم أو البرمننت ميكوب ولكن قبل أن نبدأ لنوقي نظرة سريعة على مضمون حلقتنا موسيقى جوانية الشخص تتغير من فترة عمر لفترة عمر وممكن الأمرأة بعمر معين تحب أن تحط مكياج ممكن تحب ألوان معينة بعدين تحب تكون ناتيرال أكثر أربعين بالليل للنساء يعاودوا العلاقات الجمسية بعد أربعين النهار وتقريباً أكثرية تسعين بالمئة على ستة شهر بيكونوا معاودين حقيقة هذه الفترة الزمنة نصادنا ليس بالمستوى القوي الذي يستطيع أن يستوع بالنساء ويعقل بتقليل منسبة الأميات بحيث أن تنتقل المرأة إلى عمل منظم راجل يأخذ مرأة فنينة يجب أن تفهم أن النجم نقف قدم اللوحة وننسى روحي وعائلتي والدار وتونس خمسة ستة سويا إذن كما شفتوا في التقرير مشاهدينا حلقة إن شاء الله تكون شيقة كالعادة بمواضيعها السياسية والطبية والاجتماعية ولكن بداية فقرت موضة أهنة والتي ستتناول موضوع المكياج الدائم نعم مشاهدينا كثيراً ما نسمع ونشاهد ناس يضعون مكياج ثابت لفترات طويلة قد تصل إلى شهور سنوات هذا ما يسمى بالمكياج الدائم أو المكياج تاتو وهذا النوع من التبرج شكل حلاً عملياً لكثير من السيدات التي تعاني من ضيق الوقت وعدم القدرة على وضع المكياج التقليدي تقرير مشاهدينا ونتابع البرمونت ميكوب هو حواجي بتاتواج آي لينير تاتواج روج ألافر أو كنتور كمانا بيعملوا تاتواج والستة حسب هي شو بتطلب يعني يبتطلبوا قوي يبتطلبوا نعم وحسب أكيد شبيل بقلة نحن من نصحه بتطلب بيرموننت ميك اوب للحواجي فبتلجأ لأنه تعملن تاتو أو تزيدن بشكل شعر أو تسمكن بصراحة اخترت أن أعمل تاتوو حواجبي لأنه كانوا كتير خفاف كان عندي مشكلة إنه عطول بدي أعلمه وكلمة بدي أعلمه بجزابتين الموضع بتتغير يعني لحواجب مرة بيكونوا ستريت مرة بيكونوا يعني كل مرة في شكل فبتلغير بس الشكل الحاجب يعني كيف يكون يعني بس من سنتين كانوا حواجبي غير ما كانوا هلا هيدا كل شي بعملوا حسب هي كل وحدة يعني شو بتحب كل بناتي كلهم لاحظوا إنه شكلي صار غير أنا مع يعني أنت نفسيتك بترتاح بتحس حالك هيك غير عن ما يكونوا حواج بك خفاف وعم بتعلميهم وعندك مشكلة يعني معهم وبنصح أي حدا عن جد إنه يعمل تاتوو بيسهل البرمنت ميكا بحياة المرأة بتعطيها أكلها بتصير هي تهتم بحالة لوحدة بيغيرها من شخصيتها بسلندسها أكتر بتوعها الصبح بتلاقي حبيجبها غير يعني يعني جميلة غير ورحب بضيفتنا كارولي سعادة أخ سائد علم النفس العيادي أهلا ومرحبا بك مرحبا بك أيضا ريتا غسل التخبيري التجميل شكرا وجودك معنا اليوم شكرا أول سؤال حول التقرير اللي شاهدنا متى تحتاج المرأة إنها تعمل يعني مكياج دائم المرأة بتحتاجها طول تعمل مكياج دائم وقتما يكون عندها كثير متسعة من الوقت فبتلاقي حالة مرتاحة مع حالة بتوع الصبح مكياجها محطوط ما بتتعزب ترجع من عشية ترجع تشيله فهذا الشي بهوين عليها ما نضيع كثير من الوقت تحت تعمل مكياجها العادة هو الأماكن الوجه فقط نعم في عنا ثلاث أماكن من الوجه هي الهنى الحواجب في عنا العيون فيها نحددهم بالايلينر وفي عنا كمانا شفيف فينا نحددهم بالكونتور ونزدهم حتى لون كمانا وهل يمكن نوضع مكياج ثاني فوق المكياج الدائم لو شاءت المرأة أكيد فيها تودع مكياج تاني لأنه نحنا نكون شغلينه بطريقة كثير طبيعية فإذا ست عندها سهرة عندها عرس فبتزيد بتأوي لون الحمراء بتزيد الايلينر فما في أي مشكلة نحنا منكون حاطين لأساس تحتاجها تشتغل عليه وهي تأوي مكياج كارول نحنا اليوم غير بكرة نتغير شخصيتنا تتغير يعني الموضوع تتغير أيضا تضمن المرأة التي تضمن مكياج دائم اليوم أو في هذه الفترة الزمنية أنه في فترة الزمنية لاحقة ستكون راضية عن شكلها طبعا نحنا أي تغيير بجسد الشخص امرأة أو رجل ننصحه للشخص قبل ما يغير أنه يكون عن أناعة عم يعمل أولا هذا الشيء ويكون الشيء اللي عم يعمله شيء كثير ناعم وكثير خفيف وما يأثر على شكله بتأثير كبير لأنه جوانية الشخص تتغير من فترة عمر لفترة عمر وممكن الأمرأة بعمر معين تحب أن تحط مكياج ممكن تحب ألوان معينة بعدين تحب أن تكون ناتيرال أكثر ما لازم يكون هذا الشيء مضخم ويأذي الواجه والشكل المكياج الدائم كارول عنده علاقة بصورة المرأة لذاتها ولنفسها هل يمكن المكياج الدائم هذا أنه يعدل هذه الصورة لو شاءت؟ طبعا له إيجابيته إذا كانت الصورة سلبية للنفس وممكن هالشيء يحسسها للأمرأة ولكن تطلع بحالة بردى عن نفسها ما في أي مشكلة ولكن كمان فيكون موضوع سلبي ومع الوقت لأنه منشوف أنه بالعيادة في كتير عالم ندمانة على أمور عملتها وكأنه بطلت على طبيعتها كتير يعني لما كتير يصير فيه تاتواج بالوجه وكتير يصير فيه هالمعالم اللي بطلت كتير طبيعية منشوف أنه عم تنضم وأوقات ما فيها حتى لو بوقتها سيعد الموضوع فينا نشيلها نقدر يعني نشيل الميكوب أكيد ما فيه أي مشكلة لأنه نحن وقت نعمل التاتو ونشتغل على الطبقة السطحية من الجلد فعلى بعد فترة من سنتين إلى ثلاث سنين بصير يختفي اللون بس إذا السيدة حبت تشيله قبل هذا الوقت فينا نشتغل بلون فوق لون من لون البشرة ونزيده ونحطه فوق التاتو ويختفي التاتو كليا وفينا حتى حالة تانية يلي هو الليزر فينا نشيل الماكياج بالليزر ونشيله نهائيا حتى عند منطقة حساسة مثل العين الأكثر شي لحواجب ولشفاف وللعين نشتغل باللون لون الجلدة يعني نرجع ونحطه فوق اللون الغامع منفتح فيه ويجعل لون طبيعي ما يخليش أثر لا يترك أثر لا لا أبدا ما يترك أثر طيب كارول متى يصبح هذا النوع أو الوجوء لهذا النوع من الماكياج الدائم افتراب نفسي في عالم علم النفس أو في تفسير علم النفس كل شي بالزيد يعني منشوف أنه لما نصير هواس لما نصير وسويس بالتغيير بالشكل لما ما يكتصر الموضوع على الماكياج ولكن يفوت بعمليات التجميلة اللي ما بعود ويخلص مننا الشخص اللي يعني كل فترة منشوف هذا الشخص بده يغير شي منه راضي عن نفسه هون مننا نشوف شواجب واني من شو عم بعيني وليه هو منه مقتنع به صورة الزيتية نعم ريتا ما هي الفئة العمرية اللي عادة تقصدك من النساء من أجل الماكياج الدائم الفئة العمرية مش قل من 18 سنة لأن البنة لابد أن تكون كتمل جسمها لن تستطيع تعمل تاتو لأن هذا قرار كثير صعيب لأنه تعمل شي تقريبا مدى الحياة على وجه وفي عنا كمينة الستات عندهم مشاكل بهر الحواجب يصير عندهم فراغات فمنعبيلون يهون بشكل كتير طبيعي وحتى كمين في الأشخاص في عندهم اللون شفيف صار غامي منفتحه ويصير كمين لون كتير طبيعي طيب كارول بما أنك تكلمت عن أن المبالغة دليل على افتراب نفسي أحيانا كيف يجب التعامل مع الفتاة خاصة المراهقة في عمر حرج أو حساس وقت نرى أنها تلجأ لمثل هذا النوع من المكاجه التائم بصيفة طبعا مبارغة فيها هنا لازم كمين ناخد بعين الاعتبار أن المراهقة صورتها لنفسها بعدها مزعزعة يعني منها سيبتة وما بتعرف هي مظبوط شو رغباتها الأهل أكيد هنا لازم يتدخلوا وما يسمحوا لأي شيء مزمن يعني إذا بدك تغيير مزمن بالشكل لأنه أكيد أنه هي بعد ما سبتت صورتها الزيتية وكمين أحب شير هنا أنه أوقات التاتو اللي هو بيزيد عن حده كمين هو نوع من التعذيب للنفس يعني فيه وجع فيه نوع من يعني علامة ممكن تكون مرادية لشخصية مرادية طيب شكرا لك كارول سعدة سأحضرك معنا وأيضا ريتا غصن شرفتونا اليوم وبعد الفاصل المشاهدين أنا مر إلى صحة هنا اللي بنتكلم فيها عن الجنس بعد الولادة نعم الفترة التي تلي ولادة الطفل تعتبر من أكثر الفترات صعوبة في الحياة الزوجية خصوصا عندما لا يعرف الطرفان كيف يعودان إلى الحياة الجنسية وقفة قصيرة ونعم في صحة هنا مشاهدين بشنركز عن الفترة التي تلي الولادة وإذا كانت سائل هل تؤثر الولادة على الحياة الجنسية للزوجين فالإيجاب ستكون نعم حيث أن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه بالسحر ساحر وعودة الحياة الجنسية إلى ما كانت عليه قبل الولادة قد تتطلب بعض الوقت هذا أمر يختلف من حالة إلى أخرى طبعا تقرير ونتابع تعتبر الفترة التي تلي ولادة الطفل أكثر الفترات صعوبة خصوصا عندما لا يعرف الزوجان كيف يعودان إلى الحياة الجنسية إلا أن شفاء المرأة من أعراض الولادة يتطلب في أدنى حالاته ستة أسابيع لتعود أعضاؤها إلى شبه طبيعتها فالتغيرات الهرمونية والجسدية التي تحصل للمرأة بعد الوضع تشعرها بعدم الجاذبية وفي الوقت نفسه تتغير النظرة الرجل إلى جسد زوجته الذي عانى تغيرات كثيرة في وقت قصير أما وجود رضيع في المنزل والوقت اللازم لرعايته فيحتاج جهدا كبيرا من الزوجين والسؤال الذي يبقى في ذهنهما متى تعود حياتنا الجنسية إلى ما كانت عليه قبل الولادة أهلا وسهلا بكم نرحب بك دكتورة نيفين الصالح وأنت خبيرة بمعالجة ألام بعد الولادة وأيضا الدكتورة مونة صبرة أخصائية التوليد والجراحة النسائية والافترابات الجنسية أهلا وسهلا بكم نبدأ معك دكتورة مونة ونحب نعرف ما هي الفترة الزمنية تقريبا المطلوبة لعودة بعد الولادة طبعا لعودة الحياة الجنسية بين الزوج وزوجته نحن ممنع كطبة وكمعالجين جنسيين ممنع فترة زمنية محددة في شغلتين بحددوا هذا الشيء أول شيء وقت يوقف الدم عند المرأة وتاني شيء وقت هي تحس حالها مستعدة أن ترجع عند الرغبة الجنسية وهو تقريبا شهر شهرين أكترية 40% من النساء يعاوضوا العلاقات الجنسية بعد 40 نهار وتقريبا أكترية 90% على 6 شهر يكونوا معاوين حياتي هذا الفترة الزمنية نعم دكتور ديفين أنت خبيرة في علاج الآلام ما بعد الولادة مدى تأثير هذا الآلام على العلاقة الجنسية بين الزوجين أي واحد موجوع ما حيكون عنده نفس أو من ناحية سيكولوجية أنه يقوم بعلاءة جنسية سوهي المشكلة أنه ناحية النفسية سوهي الإنسان لازم يركز عليها عند المرأة لأنه فيه بيصير مثل الاكتئاب بعد الحمل أو المرأة تكون تعبين وما عندها حدا يساعد والآلام نفسها الفترة الألام حسب كيف كانت ولدت ولادة طبيعية شوي بيكون أسرع لتشفى منها بس إذا عملت سي سكشن بيأخذ وقت بين 6 إلى 8 أسابيع لترجع على وضع الطبيعة وترجع أن تمشي وتقوم وهالأمور طيب نيفين فما ألام وفما أيضا تضرر للأنسجة عند المرأة يعني إلى أي درجة ممكن أن يؤدي هذا تضرر الأنسجة إلى البعض الرجل وزوجته وهل يمكن علاج هذه الأنسجة حتى على الأقل نقصر في المدة زمنية هذا السؤال يجب يوجه للدكتورة مونة بس أنا أعرف ممكن يكون مثل سكارتوش أو أنسج إذا المرأة لم يجب أن تشفى هالأمور وحسب كيف كانت الولادة بيأثر على مدة وين تبدأ تعمل لأنه إذا عملت بفترة مسبقة ممكن يصيب التحابات ممكن يصيب نزيف دم خطر يعني أكيد وسلازم الدم المبقى تستشير الكوينيكولوجيز يعني ما تعتمد فقط على الفترة التي تشعر بي لا أكيد لا هذا مهم أنه ممكن يأثر على الحياة الجنسية وراء الولادة عند المرأة هناك أشياء الجسدية ونفسية الأشياء الجسدية ممكن تكون تعب الجسد والرضاعة هو اللي ممكن يعمله صعوبة والأشياء النفسية هي كل شيء جديد بحياة المرأة تتحول من مرأة لأم كل حياتها تتلخبط يعني كل شيء معوض عليه قبل تبطل هو ذاته نهارا كله تغير يصبح الأولوية لها للطفل لأبنة أو لبنتها للطفل تركيزها كله يصبح هونيك فأكترية نسوين ينسوا الرغبة الجنسية تبعيتهم بهذه الفترة ويبدو لي أنه ليس فقط المرأة التي يصبح لها اللغطة هذه والمشاكل هذه ولكن حتى الرجل يحس أنه يبتعد عن استواجته وحتى يفقد الرغبة فيها بعد الولادة هذا لا يبين بالدراسات أن الرجل تخف رغبته وراء الولادة للمرأة أكيد أنه يتعب لأنه يقعب الليل على صوت الولد يمكن يهتم للولد أو أوقات في رجال يهتم ه لكن رغبة الرجل لا تتأثر حسب ما تفرج الدراسات المرأة أكثر جمالا الرجل يبدأ يعمل مجامعة مع المرأة ويشوف استعدادها وإذا كانت مستعدة وإذا لقلقة وإجمالا أكلية الأحوال الرجال يكونوا متجاوبين مع المرأة لأن يشوفوا بأي وضع هي طيب دكتور مونة جئت على ذكر الرضاعة هل من المحبذ ممارسة مثلا مداعبات بين الزوجين يبقى صدر منتفق وحساس فهن يعني الشركات الزوجين بحسوا أنه بحسوا أنه مزعج أنه مداعبة هذه المنطقة فبتجنبوها جمالا لوحدهم يعني وأوقات كمان وجود الحليب ممكن يكون كمان مزعج يعني طيب إيش نصيح تجنبوها طبيعيا يعني ما في نصيحة طبية بهذه الشغلة بشكل عام يعني حتى تنتهي فترة ما قبل الإلاج يعني إيش ممكن يسوي الزوجين كتنفيس على الأقل أصدق كممارسات جنسية من دون نعم يعني إيش نصائح عادة التي تعطوهم يعني تعرف أنت بالممارسات الجنسية في حرية تامة للزوجين يعني فيهم يعملوا اللي هن بيحبوا اللي بيلاقوهم مناسب لألون واللي ما يكون بيزعج لا الرجل ولا المرأة ما في قلم لأحد أنا بس كنت حابة أرجع لقصة الوجع الوجع بعد الولادة قالت شي مضبوط حابك تعلق علي أنه حسب كيف كيفية الولادة كانت ممكن تأثر على وجود وجع بعدنا أولئة وقديش هالوجع ممكن يبقى أولئة يعني الولادة وقت تصير بطريقة طبيعية من دون ما يكون مضطرر حكيم أنه يشق تقطع الطفل إجمالا ما بيعملوا وجع على المدى الطويل مثل مثل السيزاريان هذا شي كتير مهم نقول حتى النسوين هلأ عندهم صار فيه مثل موضة أنه يطلبوا ولادة قيسرية لحالت لنحس بوجع بعدنا بس تكون ولادة طبيعية ما في هلأ وقت يكون الولادة الطبيعية بحاجة لشق ويصير فيه جرح شوي عميء ممكن تعمل وجع أكثر من غير ونحب نعرج الأحوال بروح هذا الوجع بس فيه 10% تقريبا من النسوين اللي بوالدوا بيبقى على الوقت لكي منبعثهم ساعتها عند الطبيب الفيزيائي إذنك عليش سيدة مونح في تنعرج عن مسألة ألام بعد الولادة التي حضرتك سيدة نيفين خبيرة في تخفيفها كيف يمكن تخفيف هذه الألام هل بعققير ومسكينات وإلى جانب الألام الجسدية التي تحس بها المرأة أيضا ألام نفسية لأنها تشعر بالإرهاق بالتعب وأحيانا بالإكتئاب أيضا شوفي أنا لما يأتي عندي مبيض بتفضل أن أحكي بأن المبيض كشكل عام فيه ثلاث أشياء يجب أن نحكي فيها هو النفسي وهذا شيء إذا حسيت أنه فيه إشي المرأة كئيبة تعبانة عم تيجي تشكيلي كتير وديها لعن سايكولوجيست لأن الألام ممكن تأثر على النفس والنفسية تأثر على الألام مرتبط الجهتين مع بعض الشيء ثاني كمان الغذاء للمرأة معظم النساء ينزلوا وزن عطول لأن مدائقين لا يفرجوا أن نصحانين ويرجعوا للمدى الطبيق وهذا شيء كثير غلط لأن المرأة بعد الحمل الهرمونات تتنازل في خلل بتوازن الهرمونات وبنفس الوقت خلال ما هي حامل مع الجنين في نقص بالبيتامين با وفي نقص يعني بدها الغذاء الصح كمان يساعد يكون عندها صحتها وتمارس هالشي وتاني اشي بعد الحمل تحمل لفترة لتسعة أشهر الظهر يتعب وإذا عندك ألام ظهر من قبل هذا يأخذ وقت لنعالج بعده هو يتطلع المرأة الحاملة من كل الجهات تفهم المرأة وإحتياجاتها وتساعدها من هالمبدأ نعم دكتور مونة جئتي أيضا على ذكر التعب والسهر والإرهاق الذي يصاحب عمليات بعد الولادة والسهر مع الطفل وغيره هذا شيء إيش نصيحتك للزوجين من أجل لا يأثر كثير عليهم في علاقتهم الزوجية هذا مزبوط يعمل مشاكل جنسية ويعمل أخطر منها يعمل كئابة الكئابة بعد الولادة نعرف موجودة 10-15% من نسوين يعملوا هذا صحيح وإجمالا النسوين يعملوا كئابة وراء الولادة أكيد يكون لديهم مشاكل جنسية معه السبب مثل ما قلت هو التعب والضغط النفسي مثل بكل الأشياء النفسية المهم كثير هو الحوار بين الزوجين إذا يزاعج واحد يقول الثاني ومهم كثير وجود الأصدقاء والعائلة حول الزوجين والمساعدة بالاهتمام بالطفل هل تساعدوهم شوية وقت مع بحض مثلا يهتموا بالطفل تركوهم لواحدهم أو يساعدوهم بالاهتمام بالطفل هؤلاء الأشياء التي تخفف في الوقت بحاجة نعطي إدوية إذا كان في كئبة وراء الولادة وليس نعطي بحالات معينة بالنسبة لوسائل منع الحمل متى بالضبط يجب استخدامهم بعض الولادة هذا أول واحد من الأسئلة التي تأتي على بال الزوجين أن نبدأ علاقات الجنسية ومن المتخاف من أن نقوم نحب جميلا أول نحن في اسمه زيارة الأربعين بعد أربعين نهار تذهب عند الحكيم جميلا يكون أول سايكل قطع السايكل يبدأ تقريبا عشرة أيام لأسبوعين وراء الولادة ويأتي أول معاد على الأربعين استشارة الطبيب الزبية كثير مهمة لأن الموضوع تتفادى كثير مشاكل ممكن أن تصلحها بتتفادى كثير مشاكل بدون ما يصيب التهابات مثل ما قلنا ويصيب مشاكل لا حاجة نرجع لك مونة استخدام الوسائل الحمل مفروض نبلش جمعة من وراء الولادة ووسائل الحمل قبل ما يبلش قبل ما يبلش سايكل حتى لو الدورة الشهرية للمرأة ما رجعتش عندها بعد تسعة شهور مثلا وهي تردع من غير ما يكون عندها دورة شهرية بردع بس يعطوا رضاعة يعني 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 هذه وسيلة لمنع الحبل هاي كانوا يستعملوها كلهم من زمان بس بتحمي تقريبا 90% 55% إلى 90% مش أكتر يعني يعني ناخد ريسك عالي إذا بس ما نتكل على هذه الشغلات ريسك 10% إي ريسك 10% إذا واحد نبدو هلأ اللي عم بيردع ولي يعطوا كمان ببرون مع الرضاعة بنزل كثير الحماية هنا لأنه ممكن تجي عادة شهرية ويلاحظوا هنا يعني لأنه لأنه مش عطول عندهم أرمون البرولاكتين اللي بيوط الإبادة عالتا بيمنع الإبادة مش هطول بيعلى بيردعوا كل ست ساعات أو مرتين بالنهار هؤلاء أكيد ما بيحميون أبناء رضاعة تحميون 70% دكتور نيفين أتيت على ذكر التغذية الاهتمام بموضوع التغذية كيف نصيحتك بالنسبة للأكلات المفضلة لمساعدة أو إذا في نوع معين من الحبوب من الأعشاب ما بعرف هو أهم شيء كمان المرأة اللي عم تردع تكون دايما عندها سوائل بجسمة لأنه كثير بيشتكوا أنه ما عندهم فيه تعب إرهاق وهي شيء ممكن يتعوض بالسوائل الصح بدها تأكل بروتين بده كمان إذا فيه نزيف كثير بده ما يكون فيه نوع من الأنيم الفقر الدم اللي ممكن عندها مشاكل بالغدة هالأمور لازم والدكتور النسائي يجتمع مع بعض ويشوف أنه يكون التشريخ الصح أهم شيء وبعدها ممكن نقعد أنه قول المبقى شو لازم تعمل هو غزاء هو فيتامينات بعد الحمل قبل الحمل هالأمور كثير تساعد عشان نتفاد هالأمور طيب هل يتم تحضير الزوجين نفسيا قبل فترة زمنية صعبة عليهم بعد الولادة أو يتفاجئوا بالموضوع هذا السؤال كثير مهم لأنه هلأ نحصل بكيف نتفاد حصول الوجع وراء الولادة أو المشاكل الجنسية كلها وراء الولادة هي وجع أو رغبة أو نقص بالرغبة أو نقص باللزة في دور حكيم النساء كثير مهم هون لحتى يشرح للمرأة الرجل أنه ممكن يصير فيه شقة خلال الولادة بس منحط قطب وهالقطب يأخذ أربع أصباع لحتى يختم الجرح فنفسيا يتهيق وأنه لا يستوهم من هذا الشيء يساعد أن نتفاد حصول المشاكل بعدين ثاني شغلة هي حكيم النساء بخلال الولادة كمان لا نجرب أنه نعمل جرح كبير قد ما فينا نزغر كيف نقطب الجرح بطريقة أنه يلحم كثير مضبوط كلهم أشياء تساعد حتى نتفاد بعدين حصول واجعة أو مشاكل أخرى أشكرك جزيل شكرا لوجودك معنا اليوم دكتور بولا صبرة وأيضا دكتور نيفين الصالح شكرا لوجودكم معنا استفادنا إن شاء الله المشاهدات أيضا استفادوا والمشاهدين شكرا لك مشاهدين بعد الفاصل سياستهن والمرأة اليمنية في قطاع الأعمال القوانين في اليمن جيدة لكن المشكلة في التطبيق وتمييز فضل المرأة في أماكن العمل واقع سبب الذقافة الذكورية وغياب الوعي فيما يتعلق بالحقوق فاصل ونعود ابقوا معنا مرحبا بكم مجددا المشاهدين يشكل التمييز القائم ضد المرأة اليمنية في قطاع العمل ثغرة كبيرة في بناء اقتصاد البلاد كما يعيق مسار تمكين المرأة واحترام حقوقها فمشاركة المرأة في قوة العمل ما زالت محدودة ولا تتجاوز العشرين بالمية فيما ترفض بعض الجهات التعامل مع نصوص القانون وتركز سياساتها على قناعات أساسها الثقافة الذكورية تقرير مشاهدين ونتابع لا تتجاوز مشاركة المرأة اليمنية في قوة العمل الثماني عشرة في المئة بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتبلغ نسبة البطالة بين النساء المتعلمات 31% مقابل 9% للرجال المتعلمين هذه الأرقام تؤكد خللاً واضحاً في مستوى إسهام المرأة في قوة العمل وفي الوقت الذي تقدم فيه التشريعات اليمنية كافة الحقوق للمرأة يتبع المجتمع اليمني الأعراف القبلية ليحرمها من كافة هذه الحقوق أما المرأة اليمنية فتعد جاهلة لكامل حقوقها المدنية حيث أن 60% من النساء العاملات لم يطلعن على القوانين المتعلقة بحقوقهن بحسب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومع وجود قرابة 550 منظمة نسوية عاملة في اليمن يبقى الفقر والبطالة من أكثر التحديات التي تواجهها المرأة اليمنية حتى هذا اليوم رحب بعضوة المجلس الأعلى المرأة سيدة نور بعباد أهلا مرحبا فيك نتشرف أيضا وجودك معنا دكتورة فوزية ناشر أنت رئيسة مجلس سيدات الأعمال اليمنيات حول هذا الموضوع الذي تحدثنا عنه المرأة اليمنية سيدة نور أبدأ معك المرأة اليمنية برأيك مسؤولية من توعيتها بالقوانين التي تساعدها في مجال العمل وتمكنها شكرا جزيلا على هذه الاستضافة طبعا المسؤولية مسؤولية مشتركة سواء من قبل الحكومة وقبل المظلمات المجتمع المدني وبالطبع واقع المرأة اليمنية صعب جدا وهو ليس وريث فترة محددة ولكن هي تراكمات وثقافة مجتمعية سائدة لهذا النسبة التي وردت في التقرير هي أيضا قز منها الحكومة تصرح فيها ونحن ندرك هذا الواقع كنساء موجودات وهناك بالحق قهود كبيرة جدا في المجتمع اليمني للمنظمات ووزارة الشؤون الاجتماعي والعمل الإدارة العامة للمرأة العاملة في الوزارة للجينات المؤسسية المختلفة نحن لدينا مجلس أعلى المرأة يرأى السور رئيس الوزراء من أجل اتخاذ هذه المعالقات لدينا لجنة وطنية للمرأة تعني بهذا لدينا عدد كبير منظمات المجتمع المدني احتياجات كثيرة لأن هناك أمية منتشرة هناك زيادة سكانية كبيرة لدينا هناك معدل كبير لحصة كل أسرة من الأطفال فهذه ترفض المجتمع على السفر الشديد بزيادة كثيرة وبأعتبر بالآخر أن المجتمع عندنا مجتمع زراعي وبالتالي يعتمد على العمل غير المأجور وغير المنظور وهم النساء تشكل غالب في العمل الزراعي بما أنك عرشت على مسألة المجتمع الزراعي نرى أنه في اليمن مشاركة المرأة في القطاع غير المنظف بالأساس الزراعة هي يمكن تلافت أضعاف حجم مشاركتها في القطاع المنظف الشركات هذا ليس يزيد من هوة الفراغ وهل الوجود الخجول للمرأة في قطاع العمل في اليمن طبعا هذا يزيد المشكلة تعميق وتزداد النسب هذه حقيقة ولكن هذه تركيبة مجتمعنا أيضا اقتصادنا ليس بالمستوى القوي الذي يستطيع أن يستوع بالنساء ويعقل بتقليل من نسبة الأميات بحيث أن تنتقل المرأة إلى عمل منظم ويستطيع أن يخفف من هذا فتظل الفقوة الحقيقة قائمة نتيجة الزيادة السكان ونتيجة لكل المشاكل التي ترفض قضية المرأة بمزيد من المعوقات دكتورة فوزية ذكرت سيدة نور مسألة الأمية هل هي فقط مسألة الأمية أو قلة التأهيل أم أن هناك أسباب أخرى مجتمعية أو اجتماعية بداية أتقدم بالشكر لكم على استضافتنا وأحب أضيف طبعا هي مشكلة الأمية أساسية لأن عندنا نسبة الأمية كبيرة جدا بين قطاعات النساء وفي تسريب من التعليم كثير من الفتيات وهذا يشكل عائق كبير جدا بالنسبة للمرأة في مجال العمل فيه كمان الشكل عائق آخر هو الموروث الاجتماعي الموجود عندنا كمجتمع يمني هذا كمان طبعا من الأسباب التي تعق ونزيدك حاجة أخرى سيدة فوزية يمكن الرقم يقول 60% من السيدات غير أميات التي يشتغلوا في قطاع العمل هن غير وعيات بقانون العمل في اليمن هوني مسؤولية من؟ طبعا هي مسؤولية مشتركة بين منظمات المجتمع المدني وبين كمان من قطاعات المرأة التي هي مثل لجنة الوطنية للمرأة التحنسة اليمن لكن الآن هناك نوع من التطور في هذا الموضوع أن أصباح الكثير من الكيانات التي تمثل المرأة في اليمن تقوم بعملية الدورات التدريبية وتحاول التآهل يعني لحاله عملنا مقارنة بين 2008 إلى اليوم نلاقي أنه في قفزة قوية بين هذا الموضوع في تطور يعني أخذت المرأة إلى حد ما نوع من الواعي والتفاهم للقانون والعمل هو مش بشكل كبير بس ألا يمكن أيضا أن يكون سيدا نور أحد المعوقات التمييز الذي حاصل جوه العمل بين ذكر فعلا لكن التبصير بقضايا المرأة إذن قزم المسؤولة تحملها المرأة في بعض الأحيان قد لا يكون فيه نوع من التبصير بالحقوق لا يوجد نوع من التبصير أن تكون الحقوق والواقبات معلقة في أماكن محددة كما هو الآن شايع عندنا أنه فيه نوع من التبصير والتعريف بمهام كلها لكن تظل المشكلة بحقائمة يصر فضر عنده مثلا في بعض الوزارات اتحاد النقابات لكن إلى حد ما فيه إحساس من قبل النساء بأن لديها من الحقوق لديها من الواقبات الآن المرأة استطاعت تذهب لتشكو قضيتها تدخل إلى بعض القمعيات ومعظمات حقوق الإنسان تحط قضاياها الصحافة والإعلام أيضا يتقبل قضاياها بما في العلام الحكومي في هناك تقبل المشاء الله عليكم والنساء اليمنية قادمة ما شاء الله منتو أمامنا سيدتين جدا يعني مثقفات يعني ليه وجود المرأة اليمنية حتى العاملة داخل المؤسسات أو قطاع العمل يعني قرأنا أنها تكون همشية جدا يعني ما تاخذ منصب ما تاخذ ما في تمكين جوا يعني 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 ممكن وضح هذا هذا صحيح نحن لدينا قوانين لدينا تشريعات عندنا استيعاب لاتفاقة إزالة التمييز ضد المرأة السيداو ولكن في هناك يعني ثقافة نمطية في هناك ثقافة ذكورية تسقط على النساء أنها هل ستستطيع أن تعمل أو لا هل ستستطيع أن تقود أو لا هناك في مثل هذه النظرات دونية حتى الأجور الأجور في نفس المنصب الأجور متساوي الأجور متساوي متساوي الأجور في تساويف الأجور ولكن ليس هناك تحفيزة للمرأة المرأة تشتغل ندا لند مع الرجل ولكن يكافأ الرجل يعلى منصب الرجل في حين مرأة تحقا هذا في جزء منه أقول وهذا يحل بالمرأة يظهر لها هذا صحيح ما زالت لأنه متخد القرار في عنده نظرة نمطية أن هذه الوظيفة تصرح لرجل لكن في هناك الآن بالحقيقة كثير من النساء أثبتوا بقودهم وفرضت كثير من القدرات على المجتمع ونحن نتأمل أنه شيئا فشيئا تخفى النظرة النمطية الإسقاذية العقلية الدكورية بدأت النساء تقدم نمادك بدأت النساء تخدم أعطينا الحل سيدة نور إذا كان القوانين كما قلت أنت موجودة قوانين دولية قوانين وطنية محلية موجودة مع هذا المجتمع الذكوري والنظرة الذكورية تفرض حال سيئ جدا للمرأة في قطاع العمل الحل والعلاج من أين يبدأ طبعا هو من فرض يكون في نوع من الشفافية في نوع من الإعلان عن وظائف في نوع من التنافس ويفترض هذا الشيء المنشود نحن لا ننتظر أو ليس صحيحا كما حتى يقول الرجال أنه أنتم تحتاجوا أو اتفاقة السيدة تضاع أنه يكون في فترة تمييز كوتا كوتا نعم نحن قد نحتاج في فترة لكن حتى هذا الموضوع ما زالت النظرة قاصرة ما زالت العمليات يعتقد البعض أنتم حطت وثنتين ثلاث نساء في مجلس الوزراء أو في مجلس الشورى وكيفاء لا نحن نشعر أنه طالما أي إنسان عنده قدرة يجب أن يتاح له هذا الحق بغض النظر ولا تنسي أن هناك استثمار في التعليم عندما تستمر الحكومة عشرين سنة من التعليم في المواطن كان رجل امرأة يجب أن يمكن فنحن نسعى أنه يكون في تمكين تكون في شفافية لا توزع على الوظائف وخاصة العليا ناطي فرصة أيضا لدكتورة فوزية تعبر عن رايها في هذا الموضوع نفس سؤال أسمن وهو تفعيل كيفية تفعيل القوانين بحيث أنها تكون أكثر تأثيرا أنا أعتقد التفعيل عشان تفعل هو التفعيل القوانين ليس تفعل بشكل أكثر هو نشر الوعي بشكل قوي جدا وهذا يتنيه الوسائل الأعلام كمان إنها تساعد في هذه التوعية بالإضافة إلى منظمة المجتمع المدني برضو وبالشراكة مع القطع الخاص بالشراكة مع الحكومة تفعل هذه القوانين وفي كثير من القوانين فعلت فعلا بالشراكة بين القطع الخاص هل أنت دكتورة فوزية مع الكوتا التي تكلمت عليها لتفعيل طبعا دور المرأة في قطع العمل طبعا الكوتا أصلا هذه كان الحكومة وضعت الكوتا في جميع المجالات سواء كان في مجلس النواب أو كان في جميع وزارات وكذا وعندنا إدارات معظم الإدارات في اليمن أو الوزارات في اليمن في إدارة المرأة والإدارات هذه تخدم بشكل خاص المرأة في سواء كانت فطبعا الكوتا أنا لا أتعلم فيها هي أصلا مطروحة الكوتا بالنسبة للوزارات بدليل وجود إدارات المرأة في معظم الوزارات في اليمن تحديدا الجمعية الأهلية ماذا تفعل وكيف علاقتها بالمنظمات الدولية في هذا المجال مثلا الجمعية منظمة العمل الدولية أو غيره المنظمة العمل الدولية طبعا في كثير من الاتفاقات موقعة مع اليمن وفي جزئيات مطبقة أو بدليل المشاركات في الدورات التدريبة التي تطرحها منظمة العمل الدولي للقطاعات المرأة في النوع الاجتماعي والتمييز في العمل في معظم الأشياء ففي مشاركة قوية من السيدات وبالنسبة لنا في اليمن في دورات تقام خارج اليمن أو داخل اليمن منظمة الدولية سيدة نور ما حجم الضرر الاقتصادي بنظرك الذي يتسبب فيه الدور غير الفاعل للمرأة في قطاع العمل طبعا لا شك هناك ضرر ولكن في المنظر القريب يعتبر أنه وجود الرجل في أماكن يسد الفراغ لكن وجود المرأة حق أيضا هي عندما تكون موجودة في أي موقع اقتصادي ترفض الأسرة بإمكانيات وتتحسن من الداخل وتتحسن من الدور وأيضا التدريب يعني برضو عندما تفقد المرأة التدريب هي لا تستطيع أن نجدها كرقم في العمل الاقتصادية طبعا فمهم جدا وجودها ممكن أن هي تتقن مهارات قد في نوع من التخصصية حتى في إطار النوع الاجتماعي قد يكون في مهارة هي تقوم فيها في العمل الاقتصادية وقد يذهب الرجل إلى مواقع أخرى فهناك في نوع من التكامل أو دكتور فوزية إذا تحب تجاوب على هذا السؤال عندنا مثلا في المناهج التعليمية دائما صورة الرجل الأب ماسك الشنطرة في العمل والمرأة في تطبق فهل هناك دور للمناهج التربوية هنا في التأثير على قلة وجود المرأة اليمنية في المجال العمل يقول هذه الصورة الصورة النماطية التي تكلمت عنها الأستاذة نور بس هذا الشكل السائد ولكن تكلمنا قبل قليل بأنه هناك فيه طفرة فيه طفرة قوية جدا بمقارنة بين 2008 والآن تلاقي فيه طفرة قوية يعني التعليم صار أفضل طبعا أفضل فيه تسريب زي ما تكلمت قبل شوية بالنسبة للفتيات في القرى بالتحديد يعني نتيجة الأمور كثيرة نوال الزواج المبكر وأشياء كثيرة بالنسبة للقرى ولكن فيه مفارقات قوية يعني الآن فيه يعني مشاركة قوية بالنسبة لل عندك أمل دكتورة فوزي إن وضعية المرأة تتحسن في قطاع العمال عندي أمل طبعا بدليل أنه فيه توجه كبير جدا من الحكومة بمساعدة المرأة بشكل عام وفي قطاع العمل بشكل خاص بدليل تأسيس مجلس لسيدات العمال لليمنيات هذا إطار منظم في الفترة السابقة ما كان فيه إطار منظم للمرأة صاحبة العمل رغم عضويتها في الغرفة التقارية ودوركم أنتوا كسيدات أعمال كقطاع خاص كقطاع خاص وكمجلس سيدات العمال كإطار منظم لسيدات العمل تقدم التوقيهات تقدم الاستشارات تعمل التأهيل وتدريب فطبعا بوجود كل الأمور هذه نستبشر خيرا إن شاء الله وبالتوفيق لكم دكتورة فوزية ناشر وأيضا أستاذة نور باعباد شكرا على حضوركم معنا فاصل مشاهدينا وبعضه فقرت إضاءات من خلالها بشيء نصلت الضوء على سيدة ألفا جغام وهي رسامات ونسية ناجحة نعم ألفا يا أسمى تحدت بعض المواقف العائلية لتحقيق ذاتها من خلال موهبتها مشاهدينا ابقوا معنا تقول أنها تتنفس فنا ألفا جغام فنانة انطباعية تونسية ساعة جاهدة لتحقيق ذاتها من خلال فنها نعم طريق ألفا لم يكن سهلا بتات أن هي واجهت معارضة من والدها وبإصرارها طبعا على موهبتها وثقتها بنفسها أكملت المسار ووصلت تقرير ونتابع الرسم ليس هوايتها بل هو متنفسها ألفا جغام رسامة تونسية إصرارها حقق لها أحلامها أول تابلور سامته عمري تسعة سنين ذكر وريدته لأمي فرحة برشا أخذت الوقت اكتشفت لاخذت حاجة منها هي بابا ذكر ما عمله حتى إفيل فات أنه نوريه تابلور بابا فرحة بابا ليس بارشا لتين ديفيران ابنت الاثنين والثلاثين عاما تمردت على والدها فاختارت طريقها الصعب حتى تصبح رسامة بابا كانت يخدم في الجيش يعني حاجة بعيدة علي شوية بعيدة باش في نجم يفهمها ويتعامل معها حاجة ماهيش لانجاج نطيع معنا كانت عنتي حتى مشكلة مع أمي بالعكس كانت مثل ندتني ومدعمتني على برشة معانتها في برشة حاجات في قرايتي في فني حبيت نعم برشة حاجات كنت صغيرة كنت ما أيز يتوفروا مع سيد الويل أمي شجعتني برشة عن رسم وهي عملت برشة حاجات عملت برشة حاجات فوق مالي تتصور باش توصلني الحاجة اللي نحب نعملها أما راهي حاجة أساسية في حياتي معانتها أنا كي نقعد شهر شهرين ما نمسش بنسون نجم نمرض نجم نجو دي بخي خيار ألفت كان ريشة وألوان وعائلة صغيرة دائمة تتشجيع لها لتصنع من لوحاتها الصورة الحقيقية التي ترى بها العالم رسم هو المتنفس الوحيد في حياتي معانتها أنا نعيش بالفن ونعيش للفن معانتها أنا ناكل ونشرب بالفن ونعيش باش نبانتر معانتها ألفا جغام نرحب وجودك معنا اليوم أنت فنان انتباعية مثل ما شاهدنا التقرير انتباعية يعني التعبيرية يعني أكثر بالرسم النمط الذي نصوره هو تشخيصي الحر أكثر من انتباعي وشخصيتك ما شاء الله فيها الحرية هذه عايش لكن شاهدنا في تقرير أنه لما جئت على ذكر والدك كأنك كنت متأثرة متأثرة كنت صغيرة خاطر كنت صغيرة كنت نحاول باش نقنع بوسائل ممكن ما كانت يفهمها كنت صغيرة ما كنت نحاول منوصل لوليدين متأثرة وإيش وجهة نظر وليش متأمد أم عارد يعني هو أب تونسي كلاسيكي كانت يحب بنته تطلع له مهنسة ولا طبيبة ولا أقم شي أستاذة عسكري ونحن نعرف نظام العسكري كيف يقنع عسكري أولفة أنت أجريت مسابقة في المعهد النموذج الفنون الجميلة في تونس أمك كانت على علم شجعتك لكن الوالد ما كانش على علم أحكينا على طعم النجاح وقت يكون ناقص ناقص أنه يتشارك مع كل أفراد الأسرة شو حسيت وقتها نحب نرجع النقطة صغيرة الكنكور عنده برشة أن اليوم عندها مش مبارح كمالت قرايتي يعني عامليش 18 سنة عندها الحكاية أقل حاجة أنه من جمال الحكاية برشة مش كبيرة يسر معطا مش كبيرة العمور كله نسع سعيب شوي أنه بابا ما شجعني وما تقاسم معي ومعش معي الفرحة نذكر أنا وامي جاء للدار البرقية اللي أنا نجحت في الكنكور فرحنا برشة ننجزو نبوسو في بعضنا كالصغار بابا ما في بلو وقتها خطر مشيت أنا وامي وعدينا الكنكور ونجحت ثم بعد قاتلي كي تنجح أننا نتكفل بالبوك بابا بعد بشوي بشوي يقتنع وكان محبنش نمشي للمعهد بيكونوا بعيد على دارنا كنا نسكنوا في المروج كما أقولوا المعهد في العمران الأعلى يعني ممكن ماشي ويخاف علي بابا ياسر كان يخاف علي ماذا بيحطني في الدار ويسكر معناتها وانا نفهم وهذا يحب ويعبر عليه بطريقة عسكرية خلاف الأجيال وصرا على الأجيال هذا الشيء طبيعي عموما طيب لو لم تكن ألفة رسامة ايش ممكن تكوني باشا حاجة اي حاجة لها سيلا بالفن يعني رسم برسم بيان سور الموسيقى مسرح سينما رقص جميل كل شيء فن نعمل نعمل فنانة يعني ونحن نعرف ألفة أن الفنان يحتاج مساحة من الحرية فهل الزوج اليوم هل هو وفر لك المساحة هذه وبالتالي ساعدك وسيندك على مواصلة نجاحك أو لا عاوني برشا وفهمني سيخط لازم برشا تفهم راجل يخذ مرأة فنانة لازم برشا تفهم أن النجم نقف وقدم اللوحة وننسى روحي وعائلتي والدار وتونس خمسة ستة سوية وفي الخمسة ستة سوية ينجم هو يحب يكل سخن لعشايا ولا هيا نتفرج في فيلم ونمع نعمل ونعمله دورا نشرب وقهوة يعني فما ما غار من فنك لا هو مش غيرة أما هو يطالب بحقه كأي زوج بالشي يبدأ عنده أكثر وقت له وهذا حاجة عادية برشا ومتفهم برشا ونشكر برشا جميل آخر سؤال لك اليوم معنا ما استطعت تقديم برأيك إلى محيطك إلى المرأة في محيطك بالتونسي خاطر ما فهمت شو بالقديم حابت تعرف شنوها اللي تقدم المرأة يعني ما تقدمه المرأة في محيطك برشا نسي يقدمه في برشا حاجات في برشا ما يدين في السينما في المسرح في الفن التشكيلي أنا شخصيا ما زلت ما بديت وما زلت ما عطيت بما يكفي عطيت شوية يعني أني عملت معارض تتناولي قضايا المرأة من خلال رسمك ما زلت عندي برامج نجم نعطي فيهم أكثر ما اللي أنعطيت وعطيت حاجة صغيرة بما أني مازلت في أول المسيرة يعني شو نحب نعطي على سبيل المثال أني نخلق نوع جديد ونمط جديد في الرسم يكون تونسي إن شاء الله طبعا أحنا سمعنيك في التقرير تقول بدون الريشة تتأزمين إن شاء الله الريشة ديما تكونوا معك وديما تكونوا صحبتكم مزيد من النجاح والتوفيق ألف جغام شكرا على حضورك معنا هكذا وصلنا نهاية حلقتنا ومشاهدين هنا أتالحرة.com طريقكم للاتصال والتواصل معنا وأيضا صفحة الفيسبوك تصبحون على نجاح وتألق ترجمة نانسي قنقر